في تطورات المفاوضات أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالات بالوسطى في قطر ومصر حول الأفكار التي تداولها الحركة معهم بأدف التواصل إلى اتفاق يضع حدا للعدوان الذي يتعرض له قطع غزة حركة حماس وفي بيان لها أشارت لأنه جرى تواصل بين رئيس الحركة والمسؤولين في تركيا أيضا بشأن التطورات الأخيرة وأكدت أنها تعاملت بروح إيجابية مع مضمون المداولات الجارية أعلن الموساد أن الوسطى المصريين والقطرين نقلوا إلى إسرائيل لرد حماس بخصوص مخطط صفقة الأسرة وضيفا أن إسرائيل تدرس الرد لترد على الوسطى موقع أكسيس واصفة رد حماس المحدث بالبناء وأنه يجعل من الممكن المضي قدما في مفاوضات مفصلة حول الفجوات المتبقية وربما حول الوصول إلى صفقة فيما نقل عن مسؤول أمني أن حماس تتجه نحو مخطط بايدن في المقابل قال مكتب نتنياهو أن حماس مستمرة في تعنتها على بند في المخطط يمنع إسرائيل العودة إلى القتال بعد تطبيق المرحلة الأولى من المخطط فيما ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن النقاش ساجري لدى رئيس الحكومة حول الموضوع ترجمة نانسي قنقر